أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان قبل ما أبتدي أخد مكالمات بس على قلبي أشارك شيء مهم جداً الله ما عندهش أديان بحيث أنه كل دين بيوصلك إلى الله واليوم طبعاً بيهاجمونا في موضوع الحق المطلق أنه بغض النظر الحق اللي عندك مش بالضروري يكون عند شخص تاني أول شيء أنا عاوز أقول أنه الله لا يناقد نفسه والله اللي أعلن عن نفسه في كلمة الله في الكتاب المقدس ما عندهش طرق عنده مخطط واحد عنده طريق واحد عنده إرادة واحدة خلق الإنسان وعنده مصير واحد في نهاية الأيام إما مع الله في السماء أو منفصل عن الله في الجحيم لكن خليني أرجع وأكرر مرتان يمكن ذكرتها عدة مرات ولكن هذا مهم جداً تعرفه أنا بحبش المساومة ولا المسايرة ولا التهادن على حساب الحق الكتابي لكن قلت هذا ولكن من ناحيتين أنا بحب كل الناس بحب الجميع بغض النظر عن كل اختلافاتنا لكن بحب كل الناس لكن أنا بتكلم لأنه اختبرت يسوع من كلمة الله فبتكلم من كلمة الله فعاوز أشارك بعض الأمور السريعة الكتاب المقدس يقدم نفسه على أنه هو كلمة الله الوحيدة الموحى بها من الله لا يوجد كتاب آخر يوجد كتاب واحد هو الكتاب في كتب تاني تاريخية أي كتب أخرى تحط تحت مصنفات تانية لكن بالنسبة لمعاملات الله في كتاب واحد طبعا الله مش محدود بطريقة الإعلان فهو بيعلن عن ذاته في أي وسيلة في أي طريقة طالما أعلن عن نفسه من خلال يسوع فإذن هذا الإعلان من خلال الكتاب المقدس فالكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد كلمة الله هو الدستور الوحيد اللي احنا بنمش عليه وحتى قبل مجيء المسيح لما بيتكلم عن آخر الأيام في مجيء المسيح الكذاب واحد من المواصفات أنه العالم رح يكون في الإثم والشر يعني شح يكون فيه شريعة ولا نموس اللي هو كان اللي بيحجز الإثم وجود الكنيسة وجود الروح القدس على الأرض فإذن رح تتحول إلى فوضى ولكن إحنا اللي ماشيين عليه الدستور والمرجعية حتى القوانين اليوم أساسها هو كلمة الله من خلال إعلانه من خلال هذه الكلمة شيء تاني أحبائي الله هو الإله الوحيد الحقيقي لا شريكة له يعني هو الإله الوحيد ما فيش آلهة أخرى أي آلهة أخرى كما سمها بولوس تعتبر وثن تعتبر أصنام مشان هيك إحنا لازم نتبه في أولوياتنا وحياتنا وما نحطش الله بصورة محدودة لأنه الله تكلم بكل وضوح لا تصنع لك تمثالا منحوطة ولا صورة ولا أي نقش ولا ولا حتى لدرجة أنه وبخ الشعب القديم عندما مارسوا هذه الرجسات وبهاي الحالة إحنا عم نجلب اللعنة خلي بالك موضوعنا البركة واللعنة الحياة والموت عم نجيب موت مش بس لكنيسنا وحياتنا لبلدنا كمان لأن طبعا إذا البلد عايش في الشر والفساد لكن في كنيسة اللي المفروض شهادتها تكون بحسب كلمة الله فصورنا نعمل وساطات بشرية ننحت أصنام ومنحوتات وصور وكل الأشياء وصورنا نعبدها يعني بكلمات أخرى فالله هو إله غيور مكتوب لا يبرئ اللي بيمارس هذه الأمور الله هو الإله الحقيقي وحدك كما قال يسوع أنت هو الإله الحقيقي وحدك وعندما واجه الشيطان بالتجربة قال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد مرة تاني برجع بكر اللي بتهمونا في الشرك وكذا بليز انتبه لكلماتك إنت عبتتكلم لناس معندهم مش أي فكرة عن إيش بتحكي لأنه إحنا بنعبد الله الواحد فبتأمل إنه هذا الشيء يعني بفيدك شيء ثالث يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص ليس بأحد غيره الخلاص خلاص ما فيش وسيلة ما فيش طريقة إلا يسوع المسيح شيء ثاني بشخصية أو هوية يسوع هو الذبيحة النهائية الكاملة لا توجد أي ذبيحة أي وسيلة أي إعلام آخر بعد المسيح وطبعا هو الإعلان الكامل والأخير إعلام الله للبشر من خلال الإبن وهل يعقل إنه من بعد ما الرب أعلن من خلال ابنه يكون فيه ديانات وفيه يعني أمور يعني أو سياسات أو أو إلى خيره بعد الشخص الكامل الذي لم يفعل خطية بعد الشخص الخارق بعد الشخص اللي ما فيش مثله ولا ممكن تقارنه حتى عيب نتقارنه في أي شيء في هذا الوجود أيعقل إنه يكون إعلان بعد يسوع المسيح بتأمل أنك تفكر بهذه النقاط الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد هو كلمة الله الله هو الإله الحقيقي وحده يسوع المسيح هو رئيس إيماننا ورئيس خلاصنا ويسوع هو الطريق الوحيد للخلاص هو الإعلان الكامل النهائي وهو الذبيح النهائي لا يوجد إعلان بعد يسوع المسيح وهذا ما نؤمن به المسيحيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر